خلال الشهرين الماضيين شهدت المحافظة الجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية سلسلة تظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد ثم أعقبتها موجة احتجاجات تخللها مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين فضلا عن إحراق مؤسسات حكومية وإحراق القنصلية الإيرانية وعلى إثر ذلك ألقت القوات الأمنية على عدد مما أسمتهم بالمشتبهين المئات من سكان محافظة البصرة تظاهروا للمطالبة بكشف مصير ثلاثين متظاهرا اختفوا الخميس الماضي في المحافظة رافعين شعارات تندد بموقف الحكومة جاه اختفاء المتظاهرين مطالبين بالإسراء في اتخاذ الإجراءات لكشف الجهة التي اختطفتهم فيما أعلن مكتب المفوضية العلي لحقوق الإنسان في البصرة على اعتقال خمسة وعشرين متظاهرا في المحافظة بعضهم من خارجها وقال للمكتب في بيان إن فريق العدالة الجنائية التابع للمفوضية التقى المعتقلين الذين تم اعتقالهم عبر أجهزة وزارة الداخلية على خلفية التظاهرات الأخيرة في أيلول الجاري وكشف مصدر أمني عراقي إن مظاهرة انطلقت قرب حقل غربي القرن واحد وقطع المتظاهرين الطرق المؤدية للحقل النفطي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم التي قدمت إلى الحكومة مشددين على استمرار التظاهر لحين تنفيذها وإيجاد فرص عمل وتحسين الخدمات